مساء الأنوار مساء الأفراح والمسارات على كل الموزن سبعي قناة سناء بيوتي فيما كنتو كنقول لكم مرحبا بكم بفيديو جديدة فيديو اليوم مهم ومهم جدا لكل البنات فعلي هذا كنقول لكم مع توني ودنيكم مركزوا معيين زيان في فيديو اليوم إن شاء الله غازين هنضرو على واحد الحبوب اللي شاطين نقول لكم هاد الحبوب هادو صدمة والفيديو كله صدمة هاد الحبوب كتزيد في الوزن كتزيد في حجم المناطق الأنتوية في واحد الوقت لي هو قياسي في مدة دي العشرة أيام والزيادة كتكون مضمونة مئة بالمئة هذا الفيديو هادو غازين هدروا على هاد الحبوب غازين هدروا واش عندها شيء أضرار على الصحة ديانا يعني واش أمينة أو لا فتبعوا معي الفيديو حتى الأخير لأنه مهم ومهم جدا لكم العادة ما غادش انسان فكركمي لكن انتي أول مرة كتكتشفي قناتي ما تبخليش عليا بالاشتراك والانضمام للعائلة ديانا وذلك بالضغط على الزير الأحمر الموجود أسفل الفيديو وما تسوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الجرس باش يوصبكم إشعار بجديد فيديوهاتي إنفوان حتهم ولايكات ما نوصيكم شابنات دعمونا باللايكات ديالكم الآن غاد نبدو الفيديو ديالنا على بركة الله بالنسبة للحبوب اللي غاد نشارك معكم في فيديو اليوم تمام ديالها جد رخص كتدير فقط 14.30 درام كتتواجد في الصيدليات بطبيعة الحال وفي كل علبة كتحتوي إلى 20 قرص بتنقول لكم بأنه هاد الحبوب هادي كان عليها واحد تهافوت اللي هو كبير وكبير جدا من طرف البنات كي لدرجة أنه بعد الصيدليات ما كتعطيش كتخبيه فقط الكليان ديالها الناس اللي تتعرفهم هما اللي كتعطيهم هاد الحبوب هادي سؤال مهم واللي اللي بنات اللي كتفرجوا في هاد الفيديو هادا كيتسنوا الجواب عليه واش هاد الحبوب هادي فعلا كتزيد في الوزن واش كتتكبر حجم المناطق الأنتوية في مدة قصيرة كي بكتلكم اللي هي عشرة أيام نعم أم لا الجواب هو نعم هاد الحبوب هادي فعلا كتزيد في حجم المناطق الأنتوية بوحد شكل اللي هو خطير جدا في مدة اللي هي قصيرة والنتيجة كتكون 100% مضمونة ولكن هاد الزيادة هادي في حجم المناطق الأنتوية واللي كتبان لنا ما كتكونش الزيادة اللي هي صحية وآمنة هي مجرد نفخ أهل بنات هاد الفنيد هادا غير كينفخ لأنه هاد الحبوب أو لهاد الفنيد كيحتوي على مادة الكورتيكويد ومنلي كياخدوه البنات ما كينقصوش الملح من الأكل ديالهم هاد شي اللي كيتولد عليه داك الانتفاخ وهنا البنات كيسحب لهم أنه كيزيد في الوزن وكيكبر لهم حجم المناطق الأنتوية ونزيدكم البنات هاد الفنيد هادا كيتسبب أيضا في هشاشة العظام كيطلع مستوى ضغط الدم كيتسبب في الأرق أو لقلة النوم كيتسبب كذلك في تصارع دقات القلب البنات اللي تياخدوه كيولو يحسوا دائما بالعياء والتعب وما كيبقاش عندهم داك الجهد أو للطاقة كيف كنقولو كيتسبب كذلك في آلام الركب والظهر كيولو دائما الركاب يزيلهم والظهر ديالهم تعطيهم الحراق كيتسبب في مشاكل في العينين كيتسبب في طره والجلد لأنك ينفخ بواحد سرعة وعنده مضاعفات أخرى خطيرة وخطيرة جدا على الصحة ديالنا وعلى الدات ديالنا هاد الحبوب هادي اسميتها أورا ديكسون وش كل ما كيعرفش أورا ديكسون كيبقيت لكم دايرين واحد ضجة كبيرة على مستوى هاكا البنات وكذلك الصيدليات أنا مني كنسول البنات اللي كيخدموا في الصيدليات قالوا لي بأنه كيبيعوه بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف وكيخرج لهم بزاف 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 وأنا شفت حالات قدامي ناس كنعرفهم على مستوى الشخصي كانوا كياخدوا هاد الحبوب هادي وتسبب ليهم في مجموعة من الأضرار من بيناتها هاد الأضرار هادي اللي قتلكم في فيديو اليوم المساج اللي بغيت نوصل لكم ها البنات من خلال هاد الفيديو هادا ما تبقاوش تغامرو بصحتكم وحياتكم هاد الحبوب فعلا 8 ديالار خاص والنتيجة ديالا مضمونة 100% وفوقت قياسي كيف قلتلكم في خلال 10 أيام ولكن الأضرار ديالا على الصحة ديالنا كبيرة وكبيرة جدا من خلال قناتي كنشارك معاكم الزين والخيبي يعني احترح ويجات الخيبين كندير عليهم فيديوهات وكنشاركهم معاكم باش نوريكم الأضرار ديالهم ونصحكم أنكم تبعدوا منهم الناس اللي بغين يزيدوا في الوزن بطريقة اللي هي آمنة وصحية سبق لي حطيت مجموعة من سيروات أو لا شراب ديال فاتح الشهية حطيت كذلك الوصفة طبيعية اللي كتزيد في الوزن غير هي كيف كنقوله دائما الوصفة الطبيعية كتبغي شوية ديال الصبر والمداومة لأنها كتاخد شوية ديال الوقت فلي بغاتش وصفة آمنة ولا بغاتش يسير آمن أنا رأخلي لكم الروابط في صندوق الوصف غير كيف كنقوله دائما إلا ضد ضيافة حاولوا ما أمكن أنكم ما تكتروش وما تبالغوش في استعمال هاد السيروات هادول التي يكونوا في الصيدليات لعنى بعض الخضارات يكونوا شي سيروات لهم كلهم فيتامينات ومعدم تشي أضرار على الصحة ولكن خصنا ما أمكن أننا ما نبالغوش في استعمالهم كانت من الفيديو دياليو ما تكون ناتل إعجاب ديالكم وتكونوا استفتوا معي حتى نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديدة كان قول لكم خليت لكم الراحة تظلوا في ريوزكم ما تنسوش بأني كان بغيكم بزيف السلام عليكم